موسيقى هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس أسعد الله أوقاتكم متابعي برنامج عليكم العافيح صياما مباركا إن شاء الله ساعات تفصلنا عن رمضان تختلف فيه إيقاع الحياة اليومية ويكون لهذا الإيقاع وقع كبير على الأمراض المزمنة كيف نجهز أو تحضير المريض مريض السكري والقلب وأيضا أن حامل لصيام رمضان عنوان حلقتنا لهذا اليوم نستضيف فيها الدكتور شادي للحديث أكثر عن هذه النقاط أهلا وسهلا فيك دكتور طبعا فرصة سعيدة نحن أن نلتقى معك في هذا البرنامج لنتعرف عليك أكثر والمشاهدين أيضا يأخذوا بعض النصائح منك في رمضان أريد منك في دقيقة الدكتور محمد شادي الراجح هو شيكو عمد بخير إن شاء الله وطاقم بخير ألف خير ومتنا الإسلامي إن شاء الله بألف خير وبلغنا رمضان وجعله شهر النصر والفرج بإذن الله الدكتور محمد شادي الراجح من درست وتخرج في جماعة حلقة في عام 2012 وبعدها مرسته بالعام والآن أنا في تركيا إن شاء الله ونسعي أكمال اختصاص هنا في تركيا بإذن الله دكتور أنا عندي كل شيء يكون حمصة إلا الكرش حلقة فلذلك هاي الحلقة يعني حلقته هيكي بدي أخذ كثير مع رحمة الدكتور دكتور مريض السكري يتطلب بعض التحضيرات على ما أعتقد لي رمضان إذا كان عنده نية لصيام رمضان بالضبط دكتور لو خلينا ناخد هيكي تفاصيل أكثر كيف حضر مريض السكري النمط الأول النمط الثاني مثلا والأنواع الأخرى بشكل عام أولا الأمراض المزمنة كل مريض يعتبر حالي خاصة ممنح سننعطي اول شيء نصائق عام لكل المرضى أذن لذلك نأكد أنه أي مريض يعاني من مرض و يجب أن يُراجع الطيب في شكل عام ولكن إذا رأينا تتحدث عن مريض السكري بشكل عام لنا قد نفصل بتحضير المريض السكري يعني نمطين مرض سكري النمط الأول ونمط den trim المعتمد عن الإنسرين والنمط اليالمعتمد عن الإنسرين تم إذا نعطي بعض النصائق لمريض السكري النمط الأول أول شيء الأولاً يجب أن يكون boatsم الى المرضى بحالة مستقرة قبل رمضان. يعني يجب أن يكون المريض بحالة مستقرة قبل رمضان حتى يتمكن من الصيام في النموضان. ثانيا يجب أن يكون المرضى يعتمدوا على الإنسولين أو مرضى النموضان. هو بشكل عام مرضى المزمنين بشكل عام يعني يعتبر كل مريض حالي خاصة. ما فينا نعطي مثلا قواعد عامية لكل المرضى يتبع لذلك نؤكد أن أي مريض تمام بمرض مزمن وخاصة السكري وغيره يجب أن يراجع الطبيب قبل أن يتخذ أي قرار بخصوص الصيام وغيره. بالنسبة للمرضى السكري، إذا أردنا أن نعطي بعض النصائح للمرضى السكري لدينا نمطين من المرضى السكري. نمط الأول ونمط الثاني المعتمد على الإنسولين وغيره. إذا أردنا أن نعطي نصائح لتحضير مريض السكري من النمط الأول. أولا يجب أن يكون المريض بحالة مستقرة قبل رمضان حتى يتمكن من الصيام خلال رمضان. ثانيا بما أن هذا المريض يعالج نفسه بالإنسولين يجب أن يكونوا قادرين على التحكم بمستويات السكة لديهم. وإبقائها ضمن المستويات الطبيعية في الدم. ثالث شيء ضرور جدا يراجع الطبيب المختص. الطبيب المختص هو بالنسبة لجرعة الإنسولين. يجب استشارة الطبيب المختص لإستشارة عن الجرعات التي سيحتاجها لك المرضى في رمضان. الطبيب المختص هنا سيحدد نوع الإنسولين المطلوب. سيحدد عدد الجرعات المطلوبة. سيحدد توقيتها بنفس الوقت. من البن الأفطار إلى وقت السحور. يعني ممكن يصير دكتور تغيير في اللغة أوقات وجرعات؟ طبعا أكيد سيصير تغيير بسبب أنه لدينا فترة صيام طويلة جدا. فأكيد الطبيب سيغير من نوع الإنسولين. ممكن يعطي نوع الإنسولين مديد. ممكن متوسط حسب الحاجة. قلت لك كل مريض حالي خاصة. بالنسبة للمرضى الموضوعين أيضا على مضخة الإنسولين. أيضا يجب استشارة الطبيب المختص من أجل ضبط المضخة لمحافظة على مستويات السكر. لأن تكون ضمن الطبيعي هنا. في ملاحظة هامة هنا بالنسبة للمضاعفات مرض السكر النمط الأول. وخصوصا من المضاعفات مثل المضاعفات مثل الخفاظ السكر أو الحماد الكيتوني. هنا في ملاحظة جدا يجب أن يكونوا ما يعانوا من هذه المضاعفات عموما. وإذا صائم مثلا المريض السكر النمط الأول. إذا سمح له بالصيام اللحقا سمح له الطبيب المختص. وشعر بأي عرض من أعراض انخفاض السكر الدم خصوصا. وهو طبعا المريض السكر يعرف أعراض سكر الدم مثل الدوار. مثلا التعب والتعرق والتخفقان. يعني المريض يعرف أعراضه الخاصة فيه. هنا يجب أن يفطر مباشرة دون انتظار وقت الإفطار. بشكل عام يجب أن يتوفر. يعني لدى مريض السكر النمط الأول لائم شكل دائم جهاز لقياس سكر الدم لمراقبة سكر الدم أثناء فترة الصيام. خصوصا لأنه فترة طويلة جدا ويجب أن يراقل مستوى السكر عنده في الدم. تماما. إذا انتقلنا إلى نمط ثاني من السكر. النمط الثاني يتميز أنه علاجه يختلف عن علاج النمط الأول. يعني ينتقل ويتدرج من الحمي فقط إلى الأدوية. فإذا كان المريض مثلا لا يتناول أي أدوية ويعتمد فقط على الحمي الغذائي. فهون الصيام إذا التزم بالحمية الغذائية طبعا وما بالغ في الطعام خصوصا في شهر رمضان. فالصوم يكون مفيد له بشكل عام. يعني الصوم يؤدي إلى انخفاض الوزن وغالبا من أسباب النمط الثاني من السكر وزيادة الوزن. فهون الصيام يكون مفيد له. تماما. بالنسبة للمرضى الحمية أيضا أو المرضى الذي يتناول الأجوية المنظمة للسكر وليس الخافض للسكر. أيضا تكون إذا استمروا بالحمية المنظمة بشكل منظم يكون الصوم مفيدا جدا لهم. طبعا بشكل عام. الآن بالنسبة للمرحلة الثالثة في ضبط السكر. يعني نحن نعمل الدرجة في معالج سكر النواط الثاني. في المرحلة الثالثة المرضى اللي يتناول الأدوية الخافضة للسكر. تماما. في هالحالة هون لازم استشار طبعا. طبعا يسمح لهم بالصيام ولكن بعد استشار الطبيب. الطبيب هون بنفسه مثل مرضى السكر النوع الأول. كمان ممكن يغير أوقات الأدوية والجرعاتها في بعض الأحيان. الآن في مرضى العالية الخطورة مثلا. مثلا أمراض الكلوية الأمراض القلبية أو المرضى القدم السكرية. تماما. اللي عم يتناول أدوية السكرية. هون بهالحال هذه الأمراض العالية الخطورة. هون بشكل يعني ممكن نقول إنه الصيام بشكل عليها الخطر. تمام. فلذلك غالبا لا ينصحه بالصوم. بشكل عام إذن يعني هون لازم استشارة الطبيب. لازم استشارة الطبيب المختص. بالنسبة للحمية لمرض السكر أو أبدا نقولها. بالنسبة للحمية لمرض السكر طبعا. حمي لمرض السكر بشكل خاص. ومريض وأي الإنسان بشكل عام. بمرض السكر يجب الإبتعاد عن الأغذية الغنية بالسكرية مثل حلوية. قبل انتقال إلى أنواع الأغذية لهم مريض السكرية. كما قد تفضلت حضرتك الآن. إنه مريض السكرية في النمط الأول. عليه مراجعة الطبيب. إذا كانت حالته مستقرة يمكنه الصيام. طبعا بعد أخذ رأي الطبيب. إذا كان عم بيعاني من أي حماد كيتوني أو انخفاض سكر. هنا يجب عليه الإبتعاد عن الصيام. يجب توفير جهاز سكر. لمراقبة السكر بشكل دائم. النمط الثاني كأنك أسمت ليهون. يمن يتبع الحمية فقط. هذا يمكن أن يكون له الصيام مفيد حتى. إذا التزم بالحمية وما بالغ في الطعام. تماما. النمط الثاني النوع الثاني من المرضى الذي قلت لي عما يتناوله. فقط منظم السكر. أيضا يعتبر الصيام بالنسبة لهم جيدا. النمط الثاني النوع الثاني من المرضى هون. اللي عما يخافض السكر. ممكن الدكتور يعدلهم الجرعات. ويعدلهم حتى أوقات تناول الدواء. طيب الآن بالنسبة لتغذية مريض السكر. دكتور تفضل. ما الذي يجهز مريض السكر؟ طبعا مريض السكر له حمية خاصة بشكل عام. طبعا مريض السكر له حمية خاصة بشكل عام. يكون مأخوذة عن طريق طبيبه المختصي. كمان لكل مريض حمية الخاصة. لا منح أن نحدج كميات لكل مرضى. ولكن مشكلة يجب أن الابتعاد عن الحلوية. طب تعرف أن في رمضان تكسل الحلوية. يجب الابتعاد الحلويات. وأكد أن الابتعاد على العصائر الجاهزة المحلة. هذه العصائر فيها سكريات عالية جدا. يعني الابتعاد عنها بشكل كامل. وهي يعني إذا التزم بهذه الأمور. هذه إن شاء الله بيكون الصيام إليهم. دكتور. في حال شعر المريض في مثلا أعراض. ما هرفه؟ هل هي انخفاض سكر أو ارتفاع سكر؟ ما لازم تتصرف؟ يأخذ نصريين أو سكر؟ بالنسبة حسب ما حسب النمط. لو يعرف المريض نمط نمط سكر. بشكل عام غالبا النمط الأول يعاني غالبا من أعراض انخفاض سكر الدم. في هذه الحال هي لازم يفطر مباشرة. طبعا المرضى بمرضى السكر الأول دائما يكونوا يحتفظوا ببعض السكريات معهم على طول أنه يعانوا من الأمور. لأنه أعراض خطيرة جدا. يعني ما لازم ينتظر الوقت لإفطار أبدا حتى ولو كان باقي ساعة مثلا ما لازم ينتظر. لازم يفطر مباشرة. أو إذا أشياء حسحة أعراض زياد سكر. بالنسبة لأنه في رمضان ما رح يصير عنه أعراض زياد سكر. لأنه بأساس أن المريض هو صغأ. فغالبا الخطر اللي رح يتعرض له هو انخفاض سكر الدم. انخفاض سكر الدم بهذه الحالي يجب عليه أن يفطر مباشرة دون انتظار. حتى ولو باقي على الأذى نصف ساعة أو ساعة لازم لا يستنى أبدا. لازم يفطر مباشرة. طبعا يراجع الطبيب بعد هالفترة أنه ممكن يكون صار تغيرات. ممكن يضطر تغيير الجراعات الإنسولية. تماما تماما. دكتور هل هناك أي توصيات لمريض السكري في رمضان قبل انتقال قسم الثاني؟ بشكل عام هو أهم شيء. نحن بشكل عام نأكد على مريض السكر التزام بالحمية بشكل عام. طبعا رمضان هو شهر الخيرات. ولكن يجب على المريض أنه لازم يلتزم بالحمية أكثر من غيره. نأكد على الناس المعافئة والإنسان المعافئة يلتزم بالحمية. ولكن مريض السكري بشكل خاص لازم يبتعد عن الأغذية الغنية بالنشويات والغنية بالسكريات. وحصوصا الحلويات. بأقل القليل أقل من الشخص الطبيعي حتى الأول بتعاد عنها بشكل أفضل يعني يفضل. تماما. حتى هناك بعض الأغذية يعني بتقول أن هي ما فيها نشويات لكن هي بترفع السكر. بزرط. هي عم تقعنا في مشاكل من غيرها. بزرط. طيب فتور بعد الفاصل نحكي عن مرضى القلب والحامل وكيفية تحضيرهم لرمضان. أساني المشاهدين مريض السكري النمط الأول عليه مراجعة الطبيب قد يضطر الطبيب إلى تغيير أوقات الجرعات وأحيانا تغيير الجرعات بشكل كله. النمط الثاني حسب إذا كان المريض يتبع فقط الحمية أو كان يتناول أدوية خافضة السكر أو يتناول الأدوية النظم السكر أيضا تحضيره لصيام رمضان يختلف. الدكتور شادي ينصح كل مريض السكري أن يأخذ القرار مع طبيبه الخاص في حال حصول أي مشكلة أثناء الصيام الأفطار بشكل فوري وعدم الانتظار للوقوع في أي مشاكل. بعد الفاصل إن شاء الله نتحدث عن تحضير مريض القلب وتحضير الحامل لصيام رمضان. ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. تابعين الأكارم هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. قبل الفاصل تحدثنا عن تهيئة مريض السكر لرمضان الآن نتحدث دكتور مريض القلب كيف أنا بهيئه لصيام رمضان طبعا مرض القلب هو مرضى من الدول الخطورة العالي لذلك يجب الانتباه أكثر من غيرهم بالنسبة للصيام طبعا كما قلنا أن يجب أن يتم اكتخاذ القرار بالمشاركة مع الطبيب والخصائي بشكل قاطع أول شيء غالبا بالنسبة لمرضى القلب لا ينصح بالصيام للمرضى الذين يعانون من الذبحة وغير المستقر لا ينصحه بالصيام أبدا طبعا ماذا تقصد الزبحة غير المستقرة الزبحة غير المستقرة هي زبحة حديثة تعرض لها المريض منذ فترة حديثة وأعراض لم يستقر المريض من فترة قريبة وحصلت إذا تكررت أكثر من مرة أسعى حدث صار إصعافه للمستشفى هذه أعراض خناق غير المستقرة هذا لا ينصح بالصيام أبدا لأنه يثار الخناق بها بسبب الصيام أيضا لا ينصح بالصيام المرضى الذين يعانون من القصور القلب الحاد إذا صاعموا في الإق HungsLight يتناملون مديرات وهم بحاجة دائما للسوائل لذلك أيضا لا ينصح بالصيام ما الفكرة دكتور من الموضوع المريض الذي يعاني من قصور قلب الحاد يتنامل بشكل مديرات والميديرات يعني تتعلق بتوازن السوائل أيضاً قrüبا جيداً لا نستطيع حرمانهم من السوائل وهو بحاجة مديرو بحاجة مديرات تماماً تماماً أيضاً لا يستطيع الصوم المريض الذي يعاني من جلطة حديثة المريض الذي يعاني من جلطة حديثة إذا صام وامتنع عن السوائل هذا يقدر ارتفاع لزوج الدم ونحن معالجته بالأساس تعتمد على تميئة الدم لذلك أيضاً لا ينصح بالصيام بالنسبة للمرضى الذين لديهم أمراض قلبيين يعني مستقرة مثلاً ولكن قاموا بعمليات جراحية أخرى مثلاً أيضاً لا ينصح بالصيام خلال الست أسابيع الأولى للعمل للجراحية بسبب أيضاً كثرة الإختلاطات في هذه الفترة بالنسبة لأمراض الشرائي التاجية أمراض الصمامات أمراض الارتباع الضغط إذا كان المرض منضبط فيمكن لهؤلاء المرضى الصيام ولكن طبعاً بمراجعة الطبيب المختص يعني يكون القرار قولاً واحداً مأخوض عن طريق الطبيب المختص تماماً هذه بالنسبة للأمراض القلبية بشكلها دكتور العرقسوس لمرضى القلب العرقسوس يعني يفضل امتناع عنه في رمضان أبداً حتى لو كان المرض مضبوط يمكن أن يؤدي إلى نوبات من الارتفاق تماماً كثير بصير إيام دكتور هل مريض القلب توصيات أخرى قبل أن تقرأ؟ بالنسبة لما فقط للحمية طبعاً نؤكد عن منسبة لمرض القلب بالحمية طبعاً عادة عن الحمية بشكل عام وعادة عن أن توصية المريض القلب بعدم الاكثار من الطعام يعني يوصح بالاقتعاد عن أغزية الغنية بالدهون طبعاً هو عنده حمية بالأساس عن الملح يجب أيضاً التأكيد عليها أيضاً يفضل تقسيم وجبط الفطور للفطور إذا أمكن إليها قسمين مثلاً حتى لا يتم رهاق القلب يعني عندما تمتل المعدة يتم رهاق القلب فإذا أمكن أن تقسيم وجبط الفطور فهذا أفضل بالنسبة لمرض القلب نعم طيب دكتور بالنسبة للمريضة وليست مريضة هي بالنسبة للحامل الحامل عموماً بشكل عام إذا لم تكن تعاني من أي مشاكل كان الحامل سوي ولا لديك مشاكل في الحمول السابقة لا يعني يمكن إلها الصيام طبعاً بمراجعة المتصلة ولكن إذا كان لدينا حامل مثلاً وكان لديها مشاكل في النمو الطبيعي للجنين في الحمول السابقة هذه الحامل التي تنصح بالصيام نعم إذا كانت الحامل تعاني مثلاً من المسكري أو سكري الحملي في هذه الحالة قرار الصيام يجب أن يتم بالمشاركة مع الطبيب المختص يعني لا يمكن أن تتخذ قرار الصيام بنفسها بالنسبة مثلاً الحامل التي تتناول أدوية تخسر أو التي تعاني من أمراض قلبه هؤلاء مريض خطورة عالية أيضاً أيضاً يمكن أن يسبب الصيام لها أحتشاءات لأنه أيضاً كمان ترتفع لزوج الدم وهذا بيكون عام بالخطورة عليها أيضاً الحاملة التي تعاني مثلاً من أعراض تسمم الحملة تعاني من قياءات المستمرة التي تعاني من ارتفاع الضغط أيضاً لا يمكنها أصغير بشكل عام في قرار الحاملة إذا كانت تعاني من أي مشكلة يجب أن يتم بشاركة مع الطبيب المختص الحاملة بشكل عام وأكد الحاملة إذا شعرت بأي ارهاق أو في بضع بحركات الجنين أيضاً يجب أن تفطر وتراجع الطبيب مباشرةً في هذه الحالة إذا شعرت بأي مهات المعرض السكر الحملة السكر الحملة إذا كانت تعرضة لسكر الحملة هو استعداد لمرض سكر ليس مرض سكري ولكن هو استعداد ولكن يفضل بالنسبة للحاملة التي تعاني من سكر الحملة لا تتخذ قرار الصيام إلا بمراجعة الطب المختص لأنه هي عندها أهبلة لمرض سكر أكثر من غيرها وبالنسبة للحمية والنسبة للحاملة نؤكد على أنه يجب أن تراجع طبيب المختص لأن الجسم يكون بحاجة أكبر بالنسبة للمرضع المرضع أيضاً لا يوجد مانع الصيام لا يوجد مانع للصيام إلا إذا كانت لا تعاني من أي مشاكل أخرى إذا كانت المرضع لا تعاني من شيء أخرى يعني ممكن أن تصوم مع الحرص على أنه تتناول كميات كافية على سراء الحرارية والحرص أيضاً على تناول شرب كميات كافية بالنسبة للمرضع تماماً دكتور الساعة البيولوجية في رمضان تختلف حتى أقوله أنه حل القضية السورية أكثر سهولة من أنك تضبط النوم بعد رمضان عملياً الساعة البيولوجية ليش تختلفه وشوف نصائح ما ندخل فيه المتاغم عملياً هو الساعة البيولوجية ضبطة بشكل عام هو عملية صعبية تحتاج إلى وقت طويل في غير رمضان فما بالك في رمضان عن التزامات مثل السحور أخرى لأنها مرتبطة بالهرمونات بشكل عام ولكن إذا أردنا أنه نصائح مثلاً بالنسبة للساعة البيولوجية يعني لازم يستيقظ بنفس الوقت ثانياً ممكن إنسان أنه يتجنب النوم بعد الظهر ممكن أن يقول لك المريض أنا متعب خلال نهار فلازم نهار إذا لم يكن معتعد على النوم خلال الظهر يعني فترة الظاهرة قبل رمضان لازم يتجنب النوم خلال ذلك أيضاً التجنب النوم بعد الفطار مباشرة كثير من الناس يعني ترجع إلى الاستلقاء والنوم بعد الفطار وعن هذا الناتج عن الاكسار من الطعام بالأساس يعني ممكن أن نعتبر الشعور بالخمول بعد الفطار هو مؤشر على أنه الإنسان عم كثير من الطعام خلال الفطار أيضاً يجب الإبتعاد عن النوم بعد الأفطار مباشرة أن هذا سيؤدي إلى صعوبات في النوم لاحقاً ننصح أيضاً بمارس تمرير رياضي بعد الأفطار بساعة أن هذا يعني يساعد للنوم أيضاً أن يمنح الصام نفسه فترة من الاسترخاء والهدوء بعد مثلاً الصلاة الترويح الابتعاد عن الضوضاء الابتعاد عن الجلوس أمام التلفاز والسهر لفترات طويلة الابتعاد عن الجلوس أمام مساعات ممتعة يجعل السحور هو نهاية اليوم يجعله بداية اليوم يعني البركة في البقول دائماً يجب أن يكون عنده ساعات كافية من النوم قبل السحور هل هذه النصائح كلها تساعد على ضبط الساعة الفيزيولوجي إذا كانت ولا مختلت قليلاً ولكن الضبط الساعة بشكل عام هو صعب فيما عاد رمضان فما بالك في رمضان يعني باتباع هذا النصائح يمكن أن يساعد في الضبط الساعة الفيزيولوجي نعم نعم دكتور قبل الإنهاء هل من النصائح يعني بالنسبة لأنني لم أغطيت في أشياء ولم أغطيتها هل هناك نصائح مثلاً أنت تلاقيها مناسبة لنحقيها؟ ممكن نصائح مثلاً إذا فلشنا مثلاً قبل الإفطار إذا حكينا مثلاً عن ممارس التمارير رياضي مثلاً ممارس التمارير رياضي لازم تكون قبل الإفطار في ساعة أو بعد الإفطار بساعتين يعني الإنسان لازم يتجنب التمارير رياضي أثناء فترة خلال النهار لأنه تؤدي إلى الجهد وتعب وعطش ولازم يتجنب أيضاً تمارير رياضي بعد الإفطار مباشرة بالنسبة لعند الإفطار أنه يتجنب الإنسان شرب كميات كبيرة من الماء يعني لازم الإنسان يشرب كوب واحد من الماء مع بضع التمرات يعني التمر مفيد كثير من العدع عن كون السنن النبوية التمر غني بالسكريات البسيطة التي يعني تمتص بسهولة وتصل للدولة الدموية بسهولة وهذا ما يحتاجه للجسم يعني عملياً بعد ساعات صيام طويل يتجنب أيضاً شرب السوائل البارد البارد تؤدي إلى تقبض المعدة وهذا يؤدي له عشرة هضم عملياً إذا استطاع الإنسان يعني عنده ضبط إرادي وأقوى ومسلاً عطى نفسه فاصل قبل تناول طعام مثلاً يصال للماغل مثلاً فهذا يعطي فرصة للمعدة لكي تستعدي للاستقبال الطعام بعد أن يبدأ الإنسان مثلاً بالسلطات والشربات دافية هذا أيضاً يساعد المعدة على التنبه والتدريج بعد أن ينهي الصائم وجبته بالطبق الرئيسي وأيضاً باعتدال يعني لازم الإنسان دائماً يعتدل بالطبق الرئيسي ويكون في نهاية لوجبة يبتعد مثلاً بعض الأفطار عن النوم والاستلقاء يبتعد عن شرب العصائر الجاهزة اللي هي عبارة عن فقط سكريات عالي وأصبغة يعني لا تحتوي أي شيء مفيد للجسم ويستعيض عنها بالفواكه ومننبه هون أن الفواكه يفضل أكلها طازجة وبدون عصير يعني ليش لأن العصير يفقد الفواكه الألياف منها بينما الفواكه إذا تناول الإنسان بدون عصر يعني يكسب الألياف وهي تكون مفيدة إليه في شهر رمضان ممكن أنه الإنسان يتناول وجبه قبل النوم وجبه يخفيفه مثلاً من التمر ومشتقات الحليب أيضاً هي تساعد على تجنب العطاش لاحقاً إذا حكينا على السحور ممكن من الصباح من أجل تجنب العطاش مثلاً ممكن أول شيء أن الإنسان أنه يتجنب شرب كميات كبيرة من الماء نحاول الإنسان خلال فترة المساء يشرب مثلاً كوم كل ساعة مثلاً يعني هذا يعطيه ست الألاثمان أكواب من الماء يشربها كل ساعة وليس على دفع واحد هذا يعطيه حاجة من الماء يحاول الإنسان يشرب كميات كبيرة من الماء أيضاً أن يشرب كميات كبيرة من الماء لا يؤدي يعني سيؤدي إلى فقدانها بسبب اختلال هرمونات الإدرار يعني لا يستفيد لأنه الجسم لا يخز الماء بطبيعة الحال يحاول الإنسان يكثر من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم البوتاسيوم يساعد على تنظيم سوئلة في الجسم ما هي تختفى الأغذية؟ في الجسم وتوازن السوئة بشكل عام وبالمقابل يجب أن يبتعد عن الأغذية الغنية بالسوديوم الملحية لأنه هذا تؤدي إلى خسارة الجسم للماء يعني من الأغذية مثلاً نحطها على الأجبان المالحة اللحوم والبهارات مثلاً المخللات الوجبات الرئيسية الجاهزة يعني الوجبات السريعة مثل بورجر البيتزاك لأغذية غنية بالأملاح بالنسبة لي مثلاً نحكي للأطفال الأطفال يتجنبوا الصيام إذا كانوا أقل من عشر سنوات قليلاً واحدة طبعاً هذا يعود لتقدير الأهل طبعاً ولكنه أؤكد على تأخيره السحور بالنسبة للأطفال وهميته بالسحور بالنسبة للأطفال أكبر من أهميته بالنسبة للكبار خلال النهار أنه نحاول نجنب الطفل يعني النشاطات البدنية الزائدة نحاول نستعيض عنها بنشاطات يعني مثلاً فكرية كقراءات القرآن ومسابقات وغيرها هذه أهم المصاعر بالنسبة لفترة السحور دكتور بس بدي أرجع معك شوي على موضوع الصوديوم والبوتاسيوم أكل الأكلات والبوشبات الجاهزة تكون في الصوديوم الصوديوم غير مشكلته مع الصوديوم؟ مشكلة الصوديوم أنه يؤدي إلى فقدان السوائي يعني تنتقل السوائي من الحيز داخل وحيز خرجه والجسم يفقد السوائي بسرع عياني يعني أنه عبارة عن ملح لأن الملح يمتنس يعني يصيره شعوب بسرع عياني يجب أن يتجنب الأغذية حتى خلال قبل السحور يعني حتى خلال مخللات ممكن أن نتناولها أصناع الأفطار يجب أن يبتعد عنها بشكل عام وأنه يحرص على الأغذية الغنية بالبوتاسيوم طبعاً وجبة أيضاً أنها وجبة قبل النوم إذا كانت من مشتقات الحليب والتمر غني بالبوتاسيوم أيضاً تعين على أنه الإنسان يعني الماء يشرب اللطاش لكن نأكد مرة ثانية على أنه شرب الماء بكمية كبيرة غير مفيد يعني يجب أن الإنسان دائماً خلال فترة المساء يحرص على أنه يتناول كل ساعة مثلاً كوب من الماء لا يشرب كمية كبيرة يجب أن الصائم عند الصحور يشرب ألتر أو ألترين ماء هذا الأمر لن يفيد يعني الجسم لا يحتفظ بالماء وسيؤدي إلى فقدان الماء بسرعة كمان بنصح مثلاً بالنسبة للمنبهات القهوة هي بارعة مدرات كمان يجب أن الإنسان يتعد عنها قدر المستطاع يعني إذا لا يجب أن الإنسان معتاد على القهوة أو معتاد على الشاي يشربها لا يشربها طبعاً عند الصحور إنه يشربها بعد الأفطار بساعتين إلى ثلاثة وحاول إقال مننا قبل النوم يشربها لأنه عبارة عن مدرات ورح تؤدي إلى خسارة جسم الماء نعم أشكراً لدكتور نصائح حلوة ومفيدة مختصرة وسريعة إن شاء الله نقدر نطبقها كاملة لأن كل واحد فينا عنده خطأ من هذه الأخطاء نتمنى لقاءك إن شاء الله في صحة وخير في حلقات قادمة تابعينا الأكارم برنامج عليكم العافي كما أقولها دائماً ليس نصف ساعة في قطاع التلفزيون نحن نقوم بتحميل الحلقة على كثرة وسائل الميديا الخاصة ببرنامج والقناة أيضاً للقناة تطبيق للبس المباشر على الجوالات يمكن متابعة البرنامج من خلاله لمن لا يتثنى له الحضور بشكل مباشر أرجو أن نلقاكم بكل صحابة خير ورمضان كريم والسلام عليكم